في الأجواء الرمضانية ومع اقتراب عيد الفطر يترقب التجار الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك لإعادة إحياء الأسواق والحركة الشرائية حركة الاقتصاد في رمضان من هذا باب تحديدا في هذا التقرير الأسواق التجارية الكبيرة تفتح أبوابها خلال شهر رمضان طيلة الوقت وتتأخر لفترة ما بعد الإفطار من أجل إعطاء المجال للصائمين ومن يرغب بالتسوق ليلا في الأسواق التجارية يصف التجار الحركة الشرائية بأنها ما زالت خفيفة متوقعين زيادة الإقبال خلال آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك الحركة حالية هناك حركة بس مش زي المطلوب يعني خليني لسه ما برشت الحركة القوية فيه شراء بس مش يعني إش كتير خرافة بصراحة مش زي سنة الماضية خفت يعني أغلب الناس فيه ناس يجي تشتري بس أغلبهم بيجوا وما بيشتروا هلأ بالمول الحركة الشرائية تزايد مع أيام ومضان أنا أول إسبوع كانت خفيفة بس الحمد لله يعني إلها تقريبا تلت أربعة أيام حركة مش طبعية المتسوقون من المراكز التجارية يرون أن الأسعار تختلف باختلاف جودة الصنفي والنوع هلأ الأسعار في المول أو بشكل عام في البلد هنا يعني فيه أشياء مبالغ فيها حسب الكواليتي حسب نوعيتها حسب صناعتها وصراحة حسب البراند يعني حسب المكان اللي أنت عم تشتري منه يعني بتفرق من محل لمحل يعني فيه محلات تكون يعني أسعارها كتير غالية وحسب البراند يعني بس هيك والله الحمد لله يعني إن شاء الله الأسعار معقولة يعني بالنسبة للمحل هذا يعني غير عن المحلات التانية أسعاره كويس معقولة يتوقع تجار الألبسة أن تنشط حركة البيع في العشرة الأواخر من شهر رمضان الذي يتزامن مع استلام الموظفين والمتقاعدين لرواتبهم الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم الشراء وتنشط حركة البيع ليلة خالد رؤيا موسيقى